ملف المرتزقة في ليبيا محل اهتمام القوى الدولية والأقليمية، فمع اقتراب مؤتمر برلين 2 تدخل واشنطن بثقالها ويقول مبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تجري محادثات مع أطراف مهمة في البلاد، بشأن دفع بعض القوات الأجنبية والمرتزقة للرحيل قبل الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل. الموقف الأمريكي شدد على أن جزءاً من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن أي حكومة قوية مشروعة ستنبثق عنها قد تكثف الضغط من أجل سحب القوات الأجنبية بالكامل. ورغم تصاعد الدعوات لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، تنبي تركيا في إرسال المزيد من المسلحين الأجانب إلى الأراضي الليبية، وهذا ما أكدوها المرصد السوري منذ عدة أيام، حيث قال إن تركيا قامت أخيراً بسحب عدد من مرتزقتها السوريين من ليبيا لتستبدلهم بمقاتلين آخرين. وبخطوة أكثر تحدياً قام وزير الدفاع الترقي خلوس أكار خلال الآونة الأخيرة بزيارة إلى ترابلوس قائلاً من هناك إن قوة بلاده الموجودة في ليبيا ليست قوة أجنبية، مشيراً إلى أن بلاده مستمرة فيما وصفها بأنشطة التعاون والتدريب العسكري. لكن مساعي تركيا تقابلها حملة دبلوماسية نشطة، وخصوصاً من قبل وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التي تطرح أزمة المرتزقة في كل تحركاتها وتؤكد ضرورة خروجهم. كما أن أطرافاً أقليمية وأوروبية تصعد مطالبها من أجل سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.